بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله النهاردة هنعمل ست أفكار مختلفة لخروف العيد أهم حاجة الأفكار دي كلها بخمات سهلة جدا وبسيطة وخمات كمان متوفرة في البيت عندنا من ورق لكتب قديمة من جلد كراسة لعلبة زبادي لقطعة بسيطة كده من القطن يعني كل الخمات إن شاء الله هتبقى متوفرة فأول فكرة معانا أنا معايا هنا علبة زبادي هبدأ إني أغلفها كده يعني هقص الحتة اللي فوق دي وهبدأ إني أغلفها بورق أبيض عادي خالص الورق ده ورق أبيض إفور أو أي ورقة من كراسة رسم ورقة بيضة هستعمل جلد الكراسة يعني هجيب جلد كتاب أو جلد كراسة يكون أبيض من جوه طبعا ده باستخدمه بدل ما باستخدم ورق الفوم عاوزة تستخدمي ورق الفوم زي ما تحبي أنا حبيت أنوع في الخمات وأجيب خمات سهلة وبسيطة يعني أي حد ممكن يلاقيها في البيت بكل سهولة عشان أشجع الولاد الصغيرين إن هم يعملوا الخروف من غير ما يكلفهم أي حاجة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوا على الحبيب هبدأ إني أجيب قطعة صغيرة من الفوم الأسود وهبدأ إني أقص عليها رأس الخروف طبعا رسمتها عليها وهقصه لو أنت ما عندكيش فوم أسود ممكن على ورقة بيضة وتلونيها بالألوان فلوماستر لونها أسود أو ألوان خشب لونها أسود أحدد مكان العيون وهبدأ إني أعمل العيون بالشكل ده لو أنت عندك عيون جاهزة أوكي أصيد كده قطعتين صغيرين من الفوم الأسود وهبدأ إني ألزقهم هنا كده كأنها أرجل الخروف الفكرة دي حلوة أوي كلعبة للولاد الصغيرين وممكن كمان نستخدمها كتوزيعات العيد نحط فيها شوكولاتة والعيدية وتبقى فكرة حلوة أوي نقدمها للأولاد في أول يوم العيد يارب تعجبكم الفكرة لو عجبتكم الفكرة ياريت لايك كبير ويلا على الفكرة رقم اتنين الفكرة رقم اتنين هنجيب أي ورقة كراسة أو أي ورقة من كتاب قديم ونعملها زي ما أنا بعملها كده تمام هنجيب بقى أي سليتب أو أي لزق عندك متوفر وهنبدأ أننا نغطي الورقة دي بالشكل ده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد هنجيب قطن أو فيبر أو مناديل ورق ونقطعها يعني أنت لو هتستعملي مناديل ورق حاولي تقطعيها قطع صغيرة كده لو هتجيب قطن هتستعمليه زي ما أنا بعمله كده شكلها حلو قوي هجيب قطعة من الفوم الاسود وهبدأ أني أعمل أرجل للخروف طبعا الخروف الصغير فأنا هعمل الأرجل صغير لو مش متوفر الفوم الاسود ممكن بورقة بيدة وتلونيها بألوان فلومصر لون اسود حضرت أنا هنا رأس الخروف بنفس الطريقة اللي أنا حضرت فيها الفكرة الأولى الخروف شكله بصراحة كيوت جدا وأمور وحلو قوي لو عجبتك الفكرة يريد تشجعيني بالعايك الفكرة رقم ثلاثة فكرة برضو سهلة قوي هنستخدم فيها برضو جلد كراسة هنجيب ورقة كده من جلد الكراسة ونبدأ نتنيها على اتنين ونفصلهم من بعض هنبدأ نعملهم كده زي المروحة كل واحدة لوحدها الفكرة دي سهلة جدا وخاماتها كمان سهلة وتنفع قوي في النشاطات الحضانات للأطفال الصغيرين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بالشكل ده سهلة جدا جدا حضرت أنا هنا رأس الخروف وهبدأ إني ألزقه من النص طبعا رأس الخروف زي ما أنا قلت أنا عملته في الفكرة الأولانية ممكن نحط الورقة دي زي ما أنتوا شايفين هنا كده طبعا ممكن كمان نغير الأفكار ونستخدم أو نستخدم نديل الورق إننا نعمل اللي هو الصوف اللي بيكون على رأس الخروف من فوق أنا بقول لكم بدائل للأفكار وإنتوا شوفوا إنتوا حابين إيه هبدأ إني كده هلزق هنا كده الأرجل بالشكل ده والفكرة رقم ثلاثة لو عجبتك ياريت لايك الفكرة رقم أربعة هنجيب برضو جلد كراسة لونه أبيض أو ممكن ورقة بيضة وهنبدأ نقص جسم الخروف أنا هجيب الرأس كده وهحطه في المكان ده وبعد كده هبدأ أعمل اللي هو الصوف اللي بيكون فوق كده على الرأس أنا هغير الفكرة المرادي وهبدأ إن أجيب قطعة من القطن وهحطها بالطريقة دي ممكن تعملي ورق برضو زي الفكرة اللي قبلها وتحطيها بدل القطن أو الفايبر هجيب قطعة فوم صغيرة أو ممكن ورقة بيضة وتلونيها بألوان فيلومستر لونه أسود لو مش متاح الفوم الأسود أفكار بسيطة جدا وحلوة قوي وهتفرح ولدنا الفكرة دي لطيفة جدا كنشاط في الحضانات للأطفال الصغيرة ممكن يعملوها بأيديهم لو الفكرة عجبتكم ياريت تعملولي لايك الفكرة رقم خمسة فكرة سهلة أوي وأهم حاجة برضو الخامات متوفرة وسهلة أنا استعملت هنا ورق المناديل شكلها لطيف جدا وحلو وبرضو تنفع كنشاط في الحضانات للي طلبوا مني نشاطات للأطفال الصغيرين بإذن الله أنا سيب لك لينك الطائقة في صندوق الوصف وفي أول تعليق مسبت بإذن الله عشان بس وقت الفيديو ما يكونش طويل ويلا نشوف الفكرة رقم ستة فكرة الخروف رقم ستة فكرة برضو بسيطة ولطيفة قوي استخدمت هنا قطعة من الفوم الأسود وقطعة من القطن وجلد كراسة عملت شكلين من الخروف شكلين كده لطفوا حلوين قوي إن شاء الله هسيب لكو الطريقة في صندوق الوصف عشان الفيديو ما يكونش طويل حبيبتي لو أول مرة شوفي قناتي ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وياريت شير لكل أصحابك وما تنسيش اللايك وكومنت جميل منك لتشجيعي وفي الختام بقول لكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروني في أفكار جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة